نشر المركز الأعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن إنفوغرافات تتناول رصد المؤشرات الدولية في كافة القطاعات التنموية ورصد تقرير أبرز المؤشرات الخاصة بالاقتصاد لافتا إلى تقدم مصر خمسة مراكز بمؤشر جاذبية الاستثمار في إفريقيا حيث احتلت المركز الأول عام 2020 وأشار التقرير إلى تحسن التصنيف الاعتماني لمصر وأوضح أن وكالة فيتش ثبتت التصنيف الاعتماني لمصر عند بي بلاس مع نظرة مستقبلية مستقرة في إبريل 2022 بينما ثبتت مودس التصنيف الاعتماني لمصر عند بي تو مع نظرة مستقبلية سلبية في مايو 2022 كما صنفت ستندرد أنبورز مصر عند بي مع نظرة مستقبلية مستقرة في إبريل 2022 وأضاف التقرير أن مصر تقدمت ثمانية مراكز في مؤشر الانفتاح الاقتصادي حيث جاءت في المركز المائة واثنين عام 2020 مقارنة بالمركز مائة وعشرة عام 2014 بينما تقدمت سبعة وخمسين مركزا بمؤشر بيئي للأعمال الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي وأظهر التقرير تقدم مصر ستة مراكز في مؤشر البنية التحتية والوصول للأسواق لتأتي بالمركز الخامس وثمانين عام 2021 مقارنة بالمركز الحادي وتسعين عام 2019 مشيرا إلى أن مصر من أفضل عشرة دول حققت تحسنا بالمؤشر مقارنة بعام 2011 وتطرق التقرير إلى أبرز مؤشرات تطوير البنية التحتية حيث تقدمت مصر ثلاثين مركزا في مؤشر البنية التحتية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي حيث احتلت المركز السادس والخمسين عام 2021 مقابل المركز السادس والثمانين في عام 2015 ولفت التقرير إلى أن مصر تقدمت ثلاثة أو ثلاثة عشر مركزا في مؤشر الدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة والذي يقيم أداء أفضل أسواق الطاقة المتجددة حيث احتلت المركز السادس والعشرين في مايو من عام 2022 وذلك مقابل المركز التاسع والثلاثين في مارس عام 2015 خمسة عشر اشتركوا في القناة